موسيقى إنما يعمر مساجد الله إحدى المعاني التي لهذه الآية العمارة بالحضور بالمشاركة بعدم الإنقطاع هذا معنى من معاني العمارة في نهاية الآية الله تعالى يقول فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ هذه العمارة بالحضور والمشاركة تؤدي بالإنسان يُؤْمَلْ أَنْ تُؤَدِّي بالإنسان إلى الهداية موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر